ورئيسة الحالة الأفريقية القرى القدم النهاردة في مؤتمر صحفي أعلن العديد من القرارات المهمة جدا أول هذه القرارات تأجيل انطلاق بطولة كأس الأهم الأفريقية اللي مقرر لها يونيو 2023 تم تأجيلها إلى 2024 بطولة كوديفور يناير 2024 ليه بقى قال لك عشان الأمطار الصيفية في كوديفور مفاجأة قال يعني كان فيه أمطار مفاجأة ماشي عودة نهاية دور الأبطال والكونفيدرية بنظام الزهاب والإياب بداية من الموسم البقبل 2022-2023 وده طبعا عشان ما كانش ينفع أصلا من الأول أنه نهاية دور الأبطال الأفريقية يبقى من مباراة واحدة عشان إحنا غير أوروبا إحنا الدول بعيد عن بعضها يعني حرارت قرارت النهاردة تعمل مباراة واحدة في تنزانيا مش هتلاقي جماهين مصرية وجماهين مغربية لو الفاينال يعني بين بطل مصري ومغربي موجودين في تنزانيا مثلا عشان المسافات بعيدة الظروف مختلفة في أوروبا هياخد القطر ساعة هيبقى في أي دولة فرجعوا للنظام القديم تاني بعد ما عملونا مشاكل كتيرة جدا كمان انطلاق دوري السوبة الأفريقية في أغسطس 2023 بمجموعة جوائز تصل إلى 100 مليون دولار هنتكلم كتير قوي في النقطة دي بس لما خلص لكم بقى القرارات اقامة مباراة نهاية كأس السوبة الأفريقية بين الوداد والنهد البركان في شهر أغسطس المقبل بس اضافة مصر لبطوط كأس أم أفريقيا للكرة الشاطئية في النصف الثاني من عام 2024 بالمناسبة كأس السوبة الأفريقية هيبقى موجود في المغرب عشان للطرفين المغربيين هيبقى في المغرب مش في تنزانيا طيب ايه بقى حكاية دوري السوبة الأفريقية؟ ايه حكاية الدوري السوبة الأفريقية؟ تعال أول أشرح لكم ايه دوري السوبة الأفريقية وبعد كده هقول لكم شوية أسئلة ما لهاش أجوابها يلا بينا البداية كانت في 28 نوفمبر 2019 عندما اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيان انفنتينو أثناء زيارته لكنوة إقامة الدوري يجمع كبار أندية أفريقيا للمساعدة في تحقيق عائدات ضخمة انفنتينو قال وقتها مثل هذه المسابقات يمكن أن تحقق ما لا يقل عن 200 مليون دولار إرادات بشكل سنوي مما يضع في قائمة أفضل عشرة بطولات في العالم ما ستساعد على تطوير البنية التحتية لكل بلد أفريقيا على الله تم مناقشة دوري السوبة الأفريقية ضمن أجندة أعمال الاتحاد الأفريقية الأول مرة من خلال المكتب التنفيذي لكاف في يوليو 2021 أعلن باترس متسبي رئيس الاتحاد الأفريقية لكرة القدم في يوليو 2021 خلال اجتماع المكتب التنفيذي في المغرب النية لإقامة دوري السوبة الأفريقية متسبي قال وقتها دوري السوبر يهدف فيه على أساس لتوفير تمويل لتطوير كرة القدم الأفريقية وستقدم البطولة موارد مليئة للحفاظ على بقاء الأندية أعلن باترس متسبي خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكاف في المغرب في الساعات الماضية إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقية في نسختها الأولى أغسطس 2023 مشاركة 24 فريق بالبطولة وفقا لتصنيف الأندية في كاف خلال آخر خمس سنوات وتقسم تلك الأندية على ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم ثمن فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقار تقام المباريات في دور المجموعات بنظام الزهاب والإياب على أن يخود كل فريق مشارك فيه المصابقة 14 لقاء ويتأهل أول خمسة فرق من كل مجموعة بالإضافة لأفضل صاحب مركز السادس من بين الثلاث مجموعات المنافسة من دور 16 بنظام الزهاب والإياب بداية من دور 16 وحتى النهاية تقام المباريات بنظام الزهاب والإياب ويتم إقامة مباريات دور 16 وتحديد المنافسين بناء على نظام القرعة هذا النظام سيجعل الفريق اللي سيحصل على النهائي يخود 22 لقاء بواقع 14 مباراة في دور المجموعات ومبارتين في دور 16 مبارتين في الثمانية ومبارتين في نصف النهائي ومبارتين في النهائي ويقى الجوائز المقترحة للبطولة 100 مليون دولار يحصل فريق الفائز باللقب على 10 ملايين دولار طيب نسأل الأسئلة المهمة أول سؤال هو إحنا ككاف هذا الاتحاد الفقير إحنا كلنا بنعاني وإحنا عارفين اللي فيها هتجيب المئة مليون دولار دول منين يا مؤمن كنت جيبتهم في دول الأبطال نفترد ماشي وارد لعله وعسى يجيبهم من بس وأعلاناته وإن كان البس وأعلان مش هجيب الأرقام دي ماشي 10 مليون دولار للفائز غريبة شويتين ماشي مش عارف إزاي ده سؤال لازم يطرخ بس مش طبعا متسبي لما تسأل النهاردة ما كنتش عنده إجابات لا سألة أولا دي كلها ما كنتش عنده إجابات علية السؤال الثاني إنه هيقسم البطولة لتلات مجموعات كل مجموعة فيها 8 فرق بحسب التوزيع الجرافي يعني شمال أفريقيا هيبقى في مجموعة غرب أفريقيا هيبقى في مجموعة وسط أفريقيا هيبقى في مجموعة طيب شمال أفريقيا الوحدها 8 كفاية طيب على فرض يعني هو الكلام إنه هياخد أكتر من فرقتين من كل دولة الدول الكبيرة يعني يعني مصر ممكن ياخد 3 فرق المغرب ممكن ياخد 3 فرق تونس نفس القص بس نقول شمال أفريقيا هتاخد فرقتين من كل دولة مثلا المغرب فرقتين جزائر فرقتين تونس فرقتين المغرب فرقتين وسقط مثلا ليبيا وكم دولة جنبنا يعني في شمال أفريق بكلمك على الدول الكبيرة يعني اللي الكبيرة في الكورة يعني طيب غريبة مش طبيعي ما أعتقدش إنك هتاخد 8 بس من دول شمال أفريق 8 بس مش عارف هيقسمها إزاي مش عارف بلاش دي بلاش دي نهارده قال إنه مش هيلغي دوري أبطال أفريق طيب الأهل والزمالك مثلا بلعبوا في دوري أبطال أفريق هم اللي هيلعبوا في السوبر الأفريقي دوري السوبر الأفريقي مش عارف السؤال برضو ملوش إجابة يعني لو هم اللي هيلعبوا في دوري السوبر الأفريقي فأكيد مش هيلعبوا في دوري أبطال أفريق ولو لعبوا في البطولتين هتبقى حاجة غريبة ولو الأهل والزمالك مثلا أنا بقول على سبيل المثال أكبر في الإترن في مصر ينطبك الحلقة الأكبر في أئتين في تونس والجزائر والمغرب وهكذا ملعبوش في دورة أبطال أفريقيا بقى دورة أبطال أفريقيا دي بطولة باقي الضعيفة هتتلغي أجلاً عجلاً هو النهاردة قال إنه ما فيش إدغاء للبطولة دي طيب دي سؤال كمان الدول نفسها بقى بتاعة أفريقيا بنظام البطولات اللي بيلعب في الشتاء واللي بيلعب في السيف والموسم عنده ممكن يقعد سنة بحالة زي حالتنا دول هيستحملوا هذا الكم من المباريات إزاي في حاجات كده اللي هو أنت بتقول فكرة قد تبدو لطيفة يعني لما تجي تقولي مثلاً مجموعة هيقع فيها الأهلي والزمالك والترجي والنجم والوداد والرجاء والشبيب والزداد وفاكس طيف هتحس كده إن المجموعة نفسها بقت قوية جداً شوية مباريات عظيمة جداً آه بس ده هيتعمل إزاي وهتجيب فلوس منين والمكاسب دي هتجيبها إزاي وهتختارها على الأساس إيه ودولة أبطال أفريقيا مصيروا إيه يعني عارف أنت اللي هو الكاف عشوائي ما بيدلكش الحاجة كاملة بيسمها بظروفها ما فيش تخطيط حقيقي والدليل نهاية دولة أبطال أفريقيا ثلاث سنين بتلعبوا بنظام المباراة الواحدة النهائي وبعاكها ترجع تاني تلعبوا بالنظام القديم زب كنت إزاي روحت للنظام ده حاجات كده ما بتبقاش فاهمها السئلة يعني السئلة حبيت راح على حضراتكم وعلى نفسي وأكيد على الكاف اللي أكيد مش هيبقى عنده رد ليها على أقل دلوقتي على فاكها الأهل لما تسأل النهاردة قال نفس الكلام أنا أحي ما عندلاش معينة نشاهد في البطولة بس نفهم الأول البطولة دي نظامها نحن مش فاهمين حاجة اسم البطولة خلاص دور السوبر أفريقيا راجل النهاردة بتعكيف قالك حنعمل دور السوبر أفريقيا في 2023 ومجموعة الجوائز 100 مليون دولار تسقيف تسقيف على إيه بقى هتجيب الفروس دي من يون ماشي تسقيف